ايوه ما حضرتك بتعمله حساب اكتر الدسك يعني ولا التزحلق الفقرات لا التزحلق طبعا اصعب الدسك جزء يعتبر لو احنا قلنا خطوات في العملية هتلاقي لغاية الغدروف دي جزء من عملية تزحلق الفقرات اه تزحلق عمليتها اكبر اكبر طبعا نعم هي كلها عملية بسيطة في الاخر يعني ان شاء الله مش بسيطة مع تقدم العلم ومع الدقة ومع الحاجات دي بقت عمليات يعني متاحة ومعروفة وكتيرة والعملية بترجعوا الفقرات وكده بمنطر بسط مش الهدف ترجع الفقرات الهدف النشيء خدي بيه لك لما بديه تنزل تحت كده ضغطت عنوخها الشاو هي دايما بتنزل لتحت كده عمرا ما تنزل لورا فيه ريترو بس ده ما بيقلقنيش هم يعني ان ده ما بيضغطش قوي يعني ده لو رجع بيرجع ملي مترات بس هم فمش كتصير ده سموريترو باعة ده سبون دي اللي هي نزلت لتحت هم لما بتنزل لتحت دي مش الهدف نرجعها هم الهدف ان احنا نشيل الضغط مع النخيها الشاوكي هم بأول حاجة طبعا لان احنا انتفقنا ان النخيها الشاوكي ده هو ده أهم حاجة في الدنيا مش عايزين حاجة تضغط عليه خالص بس ده يازي با دايما نثابت كده هم حاجة تانية تثبتها بقى يعني انت كده معانش في سباب يعني بقتلوس كده يعني قالب توب فوق بعض توب فوق توب فوق توب فوق توب جات واحدة في النص الزحز احد هم بقى النخيها الشاوكي كله ما انت قلقان منه هم خيب عليه فلازم تثبته في اللوف ايه واللي تحت ايه هم وتفضل هي متزحلقة ما فيش مشكلة مش فرقة سعب نردها طبعا هم بس وزان لمتس ان الرد ده ودي بالك انا هنا مش هوى انا فين خواه شاوكي فاحنا مش عايزين نلمسوا بالزبط انت بالملي هم فكرة عمليات دي بالملي هم برضو ما نخدش الناس بالملي دي مش حاجة يعني نخد الناس هم لكن هي دقيقة جدا بالملي هم فاهم حاجة نثبتها عشان تبقى الحاجات دي سبقى العمود الحقر كله سابق هم